السلام عليكم لنبدأ بتعريف ضيوفنا معنا فاطمة معلمة وعالمة الدين متخصصة بالإسلام وحسن إمام المسجد المحلي وعالم الدين مرحبا بكم السلام عليكم سعيدة من المشاركة في هذه الحلقة مرحبا شكرا لكم على منحنا هذه الفرصة لمشاركة المعرفة حول سهر رمضان شكرا لكم على حضوركم اليوم لنبدأ بفهم السبب الاحتفال المسلمين بشهر رمضان فاطمة هل يمكنك سعرح معنا وأصور هذا السهر المقدس؟ بالطبع رمضان هو التاسع من شهور التقويم الهجري يحتفل به المسلمون من جميع أنحاء العالم كشهر للصيام والصلاة والتأمل والتطهير الروحي وهو يحتفل بذكرى أول نزول القرآن الكريم على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبر وقتا مميزا للتقرب إلى الله وممارسة العطاء والتعاون مع الآخرين وتأسيس الروابط العائلية والاجتماعية شكرا فاطمة على هذا التوديح الواضح الآن دعونا أن نتحدث عن أهمية سهر رمضان في الحياة المؤمن في الحياة المؤمن حسن هل يمكنك أن توضح لنا أهمية هذا السهر المقدس للمسلمين؟ يحمل رمضان أهمية كبيرة روحية مجتماعية للمسلمين إنه وقت لتطهير الجسد والروح وتعزيز الانضباط الشخصي والتقوى كما أنه فترة يشعر فيها المسلمون بأنهم أقرب إلى مجتمعهم وخالقهم من خلال الصلاة، قراءة القرآن وممارسة الأعمال الصالحة شكرا حسن على هذه الرؤية المثيرة للهتمام وأخيرا دعونا نستكشف الفوائد سهر رمضان على الأفراد فاطمة ما هي النعم والفوائد السخصية التي يمكن أن نستفيد من سيام هذا السهر المقدس؟ رمضان يقدم العديد من الفوائد سواء على الصعيدين الروحي والشخصي الصيام اليومي يساعد على تطهير الجسم وتنمية الانضباط والتحكم بالنفس حيث يولد القدرة على التحمل ومواجهة ضغوط الحياة وبالتالي يساعد في الوصول إلى الاستقرار النفسي شكرا 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 شكرا